السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب شاركم طيبين معاكم جوزيف اليوم جاي بشرح يتعلق بالبي في بي كيف اتصل مع اللاعبين بسرعة كيف اعرف المكان انا فيه المنطقة انا فيها فيها لاعبين حول ليفلي ولا لا وش النصائح اللي تسهل سهل عملية اتصل بيني وبين لاعب ثاني طبعا تكلم عن بي 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 ما تكلم عن الكو اوب طريقة اللي بذكرها اقوم شوي اللي هو وش الفطل يعني وش اللي ماك اللي تجمعوا فيها اللاعبين طريقة شوي غريبة يعني ولكنها تخليك تشبك مع اللاعبين بشكل اسرع وبشكل يعني بشكل سريع جدا جدا يعني مهما كان ليفليك بصراحة طبعا انا ليفلي زي ما تشوفون مئة وعشرة تمام غالبيت اللاعبين اللي فلهم من ثمانين الى ااا يعني تقوم ثمانين تقوم سمعين الى تسعين او مية ومن بعدها من مية الى مئة وعشتين ومن بعدها اللي اللي فعلا متوهقين اللي فوق المئة وعشتين وانتطالع هذولي فعلا شوي يالا اتصلوا لكن باذن الله فيديو اليوم راح يساعد على التصال بشكل اسرع ااا الفيديو شوي ممكن يكون طويل انا اعتذر لكن إن شاء الله فيه الفائدة بإذن الله إذا كان عندك مشاكل في اتصال أو عندك مشاكل يعني تحس أنك يعني ياله تغذي وياله تنغذي في طريقة بس الطريقة دي فيها تضحي هنا وعما وفيها شرح شوي صعب عشان تسوي الطريقة اللي بذكره أقو شوي لازم تكون أنت في نيو جيم بلس هذا أول شيء وتكون على بداية القصة وذكرت أنك تكون في نيو جيم بلس عشان تكون معك كل الأسلحة وكل الدروع وكل السحر لأن الطريقة اللي بذكرها فيها تضحية وفيها يعني لازم يكون فيها كيف في بعض المناطق ما تذبح فيها البوسز تمام طبعا وش المناطق اللي جمعوا فيها اللاعبين بشكل سريع ومختصر أول منطقة Central Yarnem Central Yarnem زين طبعا نحن بسافر لها Central Yarnem تحتوي على بوسين Cleric Beast وال Father Gas Coin اللي في المقبرة الكيريك بيست اللي بتذبحه يعتبر بوس خياري ما دخل بالقصة شفاء نحن بدخل عقب شوي والجو عندي في الليل ولا ذبحته وغالبيت اللاعبين ذبحوه في النهار لكنني ذبحت Father Gas Coin وكملت في القصة اللي قررت أنني وصلت إليه أميك دالا اللي هو العنكبوت أو اللي في منطقة Nightmare Frontier اللي هو منطقة صخرية تمام طبعا نحن نعرف الليل هيريك بيست ما ذبحته الليل اللي لنا بوس آآ جانمي تمام كيف عرفت أن Central Yarnem فيها تجمع لعبين لما تروح سراج زينا مكان ما أنا واقف الآن بخرا على القبر و ذا الفلة شوفي السراج اللي حلا واقف فيه في أربع مسنجرس بشأن طواقي اللي هم حقيني أنا وجمهم أربع ثانين الأربع ثانين هذولي معناها أنه في ناس حل بالحقك أو حل بالرينج حقك تمام موجودين في نفس المنطقة تمام وغالبيتهم اللي آآ الموجودين هذولي ما ذبحوا البوس زيك تمام طبعا آآ منطقة Gas Coin اللي هو القسيسة تذبحها في المقبرة اللي هو تلقاه مفى الجسر هذا اللي قدام وجه الكبير الجسر الثاني اللي وراه اللي فيه الكورة النارية لما تخلي آآ الكريريك بيست حي تمام ما تذبحها منطقة Gas Coin أيضا تشملك يعني بالعربي قد تغذي ناس ذبحوا الكريريك بيست لكنهم ما ذبحوا Gas Coin ويبوم مساعدة زي يعني آآ طبعا ليش أنا ما قلت مثلا لا تذبح آآ لا تذبح البوس آآ لأنه فيه فيه معلومة يذكرها مهمة لما أنا نحن لما أذبحت البوس ودق الجرس الصغير هذا فيه حرمة تطلع وترسبن في العالم حقي في المنطقة هذي اللي أنا فيها اللي هي بيل ميديان وومن البيل ميديان وومن أغلب اللعبين الله يصلحهم لما تطلع هو بيغزي كيوي هو أصلا ناوي يغزي هي بيلعب بفي بي لما يروح نايتمين فرنتير أو نايتمين منست يروح يذبحها لا تذبحها هي تساعدك عصلا علا انها هي تساعدك على اتصال يعني هي الواسطة بينك يعني بينك وبين اللعبين الثانين يعني هي الحبل بينك وبين اللعبين الثانين ليش تتذبحها هي أصلا هي تساعدك علا أنها آآ تنقلك من عالمك وتوديك عالم شخص آخر تغزيه أو ان تساعد اللعبي الثانين على انهم يدخلون لعالمك زين طرعوا و обязizzet في انك ما تذبح البوس لما تذبح البوس لما تذبح البوس وتدقي الجرس الأحمر هذا لا رح ترسبن لكن لما تخلي البوس حي وتدقي الجرس الأحمر فعشان كي اقولك لا تذبح البوسز الجانبيين اللي في القصة انا مذكرهم واحد واحد لما تذبح البوس ما الفائدة و ما رح يستفيد رح ترسبن الحرمة الحرمة هي تسهل لتصل بينك انت واللعم الثاني يا انها تساعدك انها توديك من عالمك لعالم شخص اخر او انها تخلي الناس الثانين يخزونك تمام طبعا كل الناس يخزونك يعني فيه ناس يقول يا اخي ما بيحد يخزيني يعني انا ما ادري ليش الفكرة دي ما ناشبه في راسك زين لكن ترى المعلومية يعني الافضل لك ان الناس يخزونك وليس ان تخزين الناس لما الناس يخزونك ما تخسر health وما تخسر شيء لكن لما انت غزي الناس ينقص من healthك lhp حقك ينقص 300 و 57 يعني انا الhealth حقيا الان كام الف ومئتين وعشرة فينقص مني 357 اني بيصير 800 307 تقريبا 860 بيكون تقريبا واقل 860 يعني ضربة واحدة اموت يمكن يعني يعني فيه اسلحة زي مثلا الكلاك هامر حقتي شف الدمج حقها كام 500 يعني لو مع حتة الرغم حقتي كام 30 يعني ممكن تطق 700 لو واحد يضربني بكلاك هامر اموت يعني فالافضل لك انك تنغزي وليس تغزي تمام ففكر دارك سوز وان طلع من راسك خلاص احنا احنا تغير الوضع هذا المعلمة الاولى اللي هي قلت ان لما لما تخلي البوس رح ترصب الحرمة الحرمة هالي لا تقتلها ولا تقرب لمها يعني طبعا هي ترصبا في المجاري انه ما يفضل يضرب مشواه وروح لما روح مضيع وقت ويطول الفيديو اكثر واكثر لما تقرب لمها رح تهاجبك و خاصة تترك مهمتها ان تساعدك على انها طبعا ما بققد احساس بها ااا تترك مهمتها انها تساعدك انها تنقلك من عالم كل عالم ثاني وتبدأ تضاربك علموما المعلومة اولى ذكرتها لما لما تخلي البوس حي ترصب الحرمة وزي ما قلت الحرمة هي الواسطة بينك وأعند من السلطة ولما تقتل البوس شصير لما تقتل البوس الحرمة ما ترصبين طيب اذا ما رسمت الشرمة شي صير مستحيل تنغذي لكنك تغذي وعشان تغذي لازم واحد ثاني مثلي انا ما ذبح البوس ودق الجرس الاحمر او دق الجرس الكبير اللي هو هذا البيكونينج بيل زي طبعا لما طبعا يصير دق الجرس والحرمة مرصبة عنده ولازم هو يكون ذكي بزيادة او غبي عفوا بزيادة انه ما يذبح الحرمة يخليها عشان ترسبل فشو المشوار ذا كله عشان كتبحت بوس تمام طبعا انا الحين قعدت الان حكم اني ما دقيت ولا درس مستحيل احد يغذيني معاني انا ما ذبحت البوس بسكولي ما دقيتها درس مستحيل احد يغذيني ما يغذيني احد لازم وجود الحرمة هذي الحرمة ذي يعني يستوجب وجودها الشي الثاني اللي يساعدك على انك تتصل مع اللعب بشكل اسرع اه فيه يعني فيه حقيقة اضافوها وفيه حقيقة اذكرها واعتبرها يعني انك بعضكم ما يصدقني فيها يقول يعني انت قد تخذرف عليها لكن بصراحة هيا لاحظتها بصراحة واعتبرها يعني شي غبي حطوه في روم سوفتوير يعني مثلا عشان يسرح الكلامي بشكل مبسط وفضل لما الحين ادق الجرس في مكان مواقفنا مكان مواقفنا الان هنا الضبط هنا تمام ولا رسبن فيه لما اخذي رسبن مكان مواقف هنا تمام يعني مستحيل ادق الجرس هنا تمام ادقيت الجرس هنا ورسبن مثلا 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 حول المقبرة هناك اللي هو عند فاذر غسكوين مستحيل بالعربي ما ترسبن الا مكان ما عنده واقف او مكان قريب جدا 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 ما عنده واقف يعني يمكن انت يمكن ان الان يمكن ان الان يمكن ان الان واقف هنا تمام ودقت الجرس يمكن فيه واحد ثاني تمام فيه واحد ثاني دق الجرس لكن مثلا يعني مثلا اااااااااااا عند النار الكبيرة هناك اللي مجمعين فيها السكان اللي قاعد الدفون حوال الدفون حولها هناك يمكن تلقى واحد نفس البلك تلقى نفس البلك أنا نفس البلك نام نام الول Program سمع ماشميك معه ليش لان يبعيد عنه تمام فzus دائما تكفي مكان يكون يعني لم ي مير كل لعبي طبع مكان الطبع scattered play لان�� المكان انا ما اقف فيه يوشب عن مكان عدة لما ارص بني من هنا يحسب للناس اللي قاعد يدورون هناك هناك بالضبط شوفة زاي قوست اللي التومر Attack شوفه بعد القوست الثاني عيد Nhadyn و disclob اللي في الغرفة assessment هذيبي نطريب والذيابة اللي ذيربون والذيعدين اله Gerry كلا هذه اللي اشبكى بقر productos المنطقة هذي اللي قاعد فيها عشان سهلها منطقة HOTSPOTS منطقة ساخنه يلا دله خد نصير sociari المنطقة اللي قاعد فيها منطقة فيها حركة أشبكeday مع الناس كثيرين طبعا انا لا ابدأ الدراس لا انا Micowing لان اما يحتاج بعلوم اود اذكرها اخيرة بعد ايضا اه غير الاشي اسمه الهوتسبوت ايضا الجو انا الحين الجو عندي ليل تمام اغلب الناس اللي اغزيهم عندهم نهار لان اغلب الناس يذبحون لكليركبيس في النهار الجو ليس له تأثير على الغزو يعني انا الحين عندي في الليل هل معناته اني ما اغزي الا ناس مثلي في الليل لا يمكن تغزي واحد في النهار يمكن تغزي واحد في الليل يمكن تغزي واحد في الليل القرمزي او الليل الاحمر ذا حقهم القمر احمر فما لا علاقة يعني الجو اه الوقت ليس له علاقة لكن الحرمة هي اللي لها علاقة اللي يدق الجرس هي اللي لها علاقة طبعا احنا برجع تمام وبجيب المنطقة اللي بعدها اللي اول ديارنم الارنم اوه ماذا بحثني هو بلودستارف بيست طبعا بلودستارف بيست اوه اغلبكم ذا بحينه ويحسبكم بعضكم انه تابع القصة مو تابع القصة نوعا ما بس اعمره ط有صا به pengant journal يعني ب العربي تقدر تختم القصة من دون ما تذبعها الارنم بروح لها الان اوه وبروح لمنطقة الهوت سبوت وايضا بذكر معنومة مهمة اذي ان تقول انا بي استقبل ناس ما بيه يعني.. ما بيه اغزي بس ابي يناش تدخلوا علي اوكي بيه فكرة حلوة بذكره عقب شوي انك تدق الجرس بعد ما تدق الجرس ش تسوي تستخدم اللي هو silence blank انك تضرب المسجدس اللي يلغي الانفاشن يلغي الغزو اه..شش صير في الحالة؟ تكون الحرمة راسبانت طلعت في العالم حقك اللي قدقيتها للجلس الاحمر وكل الحرمة موجودة هي رح تدق الجلس الاحمر و رح تجيب لك ناس طبعا اول ديار المكان هذا شفينان عندي في الليل تمام اني ذبحت اميليا الهوتسبوت بالعربي او بال بشكل سريع يعني انطبعان بفضل قد اذبح ذولي كلهم خليهم بلاحقون اني الهوتسبوت مكان الفلا ذا اللي لمشبشت هنا لما تكون انت هنا رح تشبك اللي عندي اللي في السراج هناك و رح تشبك اللي عند الدرج هنا اللي تحت بالطوابق طبعا الدرج ذا اللي ما انزل تحت فيه درج ثاية تحته يتشكل على شكل طوابق رح تشبك معهم ايضا فعادي المكان اللي وردتكم اياه هو الهوتسبوت يعني تشبك مع زم اقلت اللي هو مع اللي قاعدين في السراج اللي هنا المكان ما واقف فيه وايضا مع اللي اللي قاعدين في الدرج الدرج فيه درج ثاية تحت يوديك على الطابق اللي تحت ايضا رح تشبك معهم المنطقة اللي بعدها اللي بذكرها اللي هو Forbidden Wood Forbidden Wood هي المنطقة اللي تغير الجو من ليل من ليل عادي الى ليل احمر بعد ما تذبح الشادورة ارو طبعا لما تذبح وجه اميليا اللي موجودة في جراوند كثقدرول رح تحول من نهار الى ليل وتقدر تدخل على فربدن وود انه بيجيك لكلمة السرلي وفير ذي اورد بلد اما تدخل على فربدن وود وتكمل وتذبح روم اللي هو السبايدر اللي هو العنكبوت اللي في الموية تمام رح تحول من من الليل العادي الى ليل الاحمر تمام فربدن وود ايضا فيها تجمع اللاعبين طبعا ما ذبحت البوس حق فربدن وود فعشان كذا تحت ا abstention لا ت funcion بحيش اه اه اخر منطقة 날itsman frontier تحت اول ا اصل ما ذبحت بbringen hatedman frontier تحت الوصف يعني اللي هو شهده و فيارنم الثلاثة اللي يطلعون لك ما ذبحتهم روما اللي في الموايا ما بعد ذبحته كيف وصلت هناك عشان توصل اه نيتما فرونتير شكل اسرع زين اه تروح فيه سراج زين اه واحد كيه مولع لمبته وحول اكلاب داخلين فقفاص كلمة لما تكلمه بيعطيك ايتم اه بعد ما تكلمه تخلص الديالوج حقه على طول رحلم اه قراند كاثيدرل و رح يمين لما تروح يمين زين وتنزل تاعة وتنزل تنزل تنزل بتوصل تدخل غرفة دي طبعا المكان لما تروح يمين منطقة صخرية كذا وتنزل تحت تدخلك على منطقة دائرية وفيه قدامك بوابة كبيرة ذهبية ها البوابة دي توصلها متى لما تذبح اه لما تذبح روم تمام طبعا لما تذبح روم تذبح تفتح البوابة طبعا قبل ما تكلم من رجال اللي في فربدن وود لما تروح لمن البوابة فيه وحش كذا يمسك ويقتلك تمام لما تكلم الرجال ويعطيك ايتم وتروح هناك زين ويمسك الوحش ما رح تموت ما رح تموت رح ترسبن الطابق الاول باللكتر بلدنج الطابق الاول موجود فيه نايتمير فرونتير الطابق الثاني يمفتح متى لما تذبح روم اا يوديك على نايتمير منسز نايتمير منسز اللي فيه ميكلاش والشباب طبعا عموما انا ليه ما كملت وخليت الليل احمر وذبح تفر بيدن وود لذا فر بيدن وود يعتبر ما كانت تجمع اللاعبين هذا هو شيء الشيء الاخر اللي اعتبره مهم لما تنقذ الناجين زي ما شرحت في الفيديو اللي لا يدري كيف ينقذ الناجين كلهم طبعا نزلت فيديو ارجع الفيديوهاتي ونظر الفيديو كيف تنقذهم لك عموما لما تنقذ الناجين زين زين ما قلت لما تكون في الليل وضعبك يكلمونك يعطونك وساعدونك لما تكون في الليل الأحمر تمام كلهم كذا ما يردون عليك ويسحبون عليك ولا يكلمونك حتى يعني ما يعطونك وجه تمام فعشان كذا لازلت أنا يعني ملتزم بجو الليل طبعا شا الفائدة تقول أخيش الفائدة زي مثلا إريانا إريانا اللي هي باعة الهواء اللي باعة الهواء اللي تنقذها عموما هذي تعطيك اللي هو Blood of Rihanna هذا لما تستخدم في البيبيبي يعطيك Stamina Boost يعني يسرع لك اللي هو تجدد Stamina بسرعة وإيضا يعالجك وعند قوي يخيش يستفيد منه يعني مش الفائدة يمديك تسوي كذا زين تاخر رصاص وبعد ما تاخر رصاص تستخدم Blood of Rihanna لما تستخدم Blood of Rihanna لحقها أول شي قاعد تعالج نفسك في نفس وقت قاعد تعطيك اللي هو فائدة انك تجدد تستمرها بسرعة بحيث انك تضرب وتسوي dodge بشكل سريع وبشكل أفضل تمام طبعا تقول يا أخي بس تخدمها مرة واحدة لا لما تكون في الليل وتستخدم اللي هو Blood Fire الحقها لما ترجع ثاني لبها وتكلمها عادي تعطيك دم مرة ثاني وثالث ورابع وخامس وعشر إلى من نهاية تمام طبعا تربتها مرتين تمام بحشك بحشك لازلت قاعد في جو الليل وزاعة ذلك أنا فضل جو الليل أكثر من الليل الأحمر تمام عموما أنا آسف علي طالة أنا عارف أن الفيديو كان طويل الفيديو الجاي بإذن الله بشرح كيف تجهز نسك لل BVB كيف تجيب اللي هو Blood Gym النادرة كيف تجيب اللي هو الرون النادرة يعني مثلا عشك عسريع طبعا بشرح يعني عسين الرون هذا يعني أمتقد كثير منكم ما عنده الرون هذا أغلب كم عندك وعنده هذا يعطيك 15% لك هاي يعطيني 20% كيف تجيب ها بشكل أسرع الرون النادرة بشكل عام أيضا كيف تجيب اللي هو Blood Rock اللي يطور سلاحك لفل عسرة وموجودة في القصة حبة لكن بأسرع في الفيديو الجاي كيف تجيب أكثر من حبة بدون glitch بدون شي فأحد يشيل ها من glitch ووحده في اللعبة لا بدون glitch بدون شي هاي نهاية الفيديو وعثنا عن الإطارة وإن شاء لكم استفدته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته